أرجعنا لكم من بعد الفاصل مع أول ضيف ضيف عزيز جدا علينا والذكريات يعني شاركنا في ذكريات الجميلة سواء كانت في الصحف قديما أو حاليا عند برنامج يومي معنا الأستاذ فؤاد المقهوي وباحث في التراث الكويتي بساك الله أبو الخير بساك الله أبو الخير ياهلا سهلا فيكم حياكم الله وأنا الحقيقة مسرور لأني أزوركم هنا وندردش مع بعض ونسولف وني بالماضي إن شاء الله الله يسلمك دائما الصور أبو خالد تصير شيء خاص إلى الشخص نفسه لكن أنت ما شاء الله كنت تشاركنا من سنين بكل صور اللي عندك الصور هذه اللي موجودة يعني أنا أبي كل الناس تشوفها وأبي كل الناس يتخيلون الماضي شلون لأنه مو نرجع طبعا نعيش بالماضي لأن هذه صعبة يعني خلاص لكن احنا نستمتع لما نشوفه الماضي وأنا متأكد ما في واحد يشوف الماضي وتذكر الماضي ما يستمتع أكيد فهذه يعني الله سبحانه وتعالى عطانا أن نذكر الأشياء الجميلة وتمحي من عقولنا الأشياء اللي مو زينة فطبعا كل إنسان مر في أشياء زينة وأشياء مو زينة لكن الحمد لله دائما يذكر الأشياء الزينة فمن يشوف الصورة يتذكر الماضي ويتذكر لما كان صغير ويتذكر بيتهم ويتذكر كل ما هو قديم نعم والأسماء اللي تحطها عادة بالصور يعني هل يتم استئذان قبلها مثلا إذا كان مثلا متوفي فأبناء أو لا عادي تحط أي صورة والله لا أنا أحط الصور يعني ما أعتقد في واحد زعل من الصور اللي حطيته بالأكس كل الناس مستنسين وأن الصور إذا مات الإنسان يعني بالأكس واحد يستذكر الأشياء الحلوة الشياء الجميلة أنه والله هذا كان مثلا في صورة حلوة جميلة كانت في ذيش السينة مثلا لما كان هو مسافر أو كان هو طالع البر أو كان بالفريج فكل الناس بالأكس كل الناس يستنسون ويطلبونها منك إذا عائلة معينة شافت صورة مثلا يدهم أبوهم يتصلون عليك يقولك نبي الصورة نبي نسخة منها طبعا يطلبون وائد وائد كانوا يطلبون وسوي لهم النسخ وعطيهم لحد الآن يعني لحد الآن في ناس يبون نسخ الورقية هذه معنا إحنا الآن اليوم دخلنا عالم التكنولوجيا طبعا من مصادرك أكيد يعني هي كثيرة لكن كنا مستقبلين العم فهد عثمان سعيد ابو تركي فذكر حضرتك وقالنا أنت كنت وياهم في ثانوية شويخ وكان في مصور معين موجود هناك فأنت كنت على طول على التصال وياه والمصور هذا موجود كل يوم نعم في ثانوية شويخ يصور الشباب هناك يصور الطلبة اللي كانوا موجودين بالثانوية بالفرص مثلا بالطابور يوميا كنت يصور يوميا وصور آلاف الصور نعم وموجودة الصور هذه لحد الآن يعني أقدر أقول لك يمكن أكثر من عشرة آلاف صورة موجودة وفي ناس طلعوا الصور هذه وفي ناس يعني موجودة عندهم وفي ناس راحت انتهت الصور هذه وتحصلت كل الصور هذه كانت منها أو في مصادر ثانية لا لا في مصادر وايد نعم ايه في مصادر وايد وسويني كتاب عن ثانوية شويخ لما كنت أنا عضو في لجنة الاحتفال في ثانوية شويخ في 2005 طلعنا الكتاب بس مقصوص عن طلبة ثانوية شويخ ممتاز بدأنا في موضوع المدارس نحن نرى مجموعة من الصور أيام المدارس القديمة يعني شويخ وكيد قبلها بعد صديق ويره نحن نقدر نرى مع بعض الصور واشرح لنا باختصار هذه مدارس قبل هذه وين هذه الشرقية هذه مجلسة ثانوية شويخ ثانوية شويخ نعم والشخصيات ما شاء الله يعني تذكر كل أسماءهم بو خالد لا والله وهذه ثانوية شويخ هذه الصورة لها الصورة هذه لها يعني مثل ما تقول يعني كانت في يوم الوحدة التي صارت بين مصر و سوريا سنة 58 طلعوا الكويتين كلهم أيام القومية العربية أيام القومية صح أيام القومية كانت في في فبراير أذكر في واحد فبراير 1958 سووا احتفال في ثانوية شويخ وطلعوا حتى الحريم اللي نشوفهم بالصور رحين صوروهم كانوا موجودين بالمدرج على كتر تضيف وكانوا يأيدون الوحدة اللي كانت بين مصر و سوريا نعم هذه أيام القومية العربية القومية العربية نعم قومية العربية وأكثر ذكرياتك أو صور المدرسية كانت فقط في شويخ أو مثلا أقدم من شذيه مثلا شرقية إذا لحقنا على هذا الوقت بالصور أو لا أنا عندي عندي صور قبل يعني لما كنت في الابتدائي لما كنت في الابتدائي في عندي صور محتفظ فيها عندي البومي الخاص أنا مالي اللي هو أسود وبيض هذا موجود بس في صوري من و أنا يعني أرضع بشارع إلى راح زمن الأبيض والأسود نعم هذه المراحل كلها و طبعا يعني الصورة إلى الآن يعني شيء عتيق شيء جميل يعني إلا أنا متمسك فيها أو بدأت مثلا يعني دخلت في مجال ديجتال الأمور هذي أو لا لا أولا ما تستهوي لا 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 ما تستهويني أنا أحب الصور الصور الغديمة لما أمسك الصورة هذه وأشوف الصورة الذكني بالماضي الذكني بالماضي العريق وأشوف الصور هذه اللي مرت علي بالأسود والإبيار ملون يمكن يعني شوية نوعا ما بداية للتكنولوجيا أو بداية لل الزمن الجميل والزمن اللي بعدها مثل ما تقول فترة الدراسة هي تعتبر أرواع فترات الدراسة المراحل الحياتية فأكلمنا أكثر شيء عن ثانوية شويخ دائما الحديث عنها وكل رجال الكويت ما شاء الله الآن المتقلدين مناصب واللي الله توفاهم كلهم كانوا خريجين من هذه الثانوية ثانوية شويخ الثانوية شويخ كان فيها أصدقائي وايد من الأصدقائي اللي عرفهم هنا يدرسوا في ثانوية شويخ وكانوا أغلبهم بالداخلي يمكن الحين الشباب ما يعرفون شون الداخلي ثانوية شويخ لما سووها كانت بعيدة نوعا ما ثانوية شويخ افتتحت في 53-54 ففي ذاك الوقت مكان بعيد يعني عن باج المناطب طبعا صعبة أن الواحد يوصل هناك فصار شنه صار افتحوا فيها عنابر داخلية يقعدون فيها الطلبة يدسون في الثانوية يسكنون في العنابر هذه ويروحون حق أهلهم بالويكند الخميس يوم الخميس من اللي خلص الدوام الظهر وركبوا الباصات ودوهم حق أهلهم اللي أهله في جبلة وشرق والمرقاب وهذا يطلعون وإلا طول الأسبوع موجودين يدرسون في المدرسة ويذاكرون يدرسهم بالليل وليهم نظام معين ومشرف للجناح أو للعنبر فكانت يعني وايد حلوة وجميلة الأيام هذه هذه أحلى أحلى المراحل هذه وإيضا مثلا بعد مرحلة الجامعة فتوقع أيضا فيها ذكريات وفيها صور في مخيلتك وعندك إياها أي طبعا أكيد أكيد يعني يعني أنا مريت في مراحل زين مرحلة مثلا بعد التخرج ومرحلة الشقل ومرحلة أني استغلت من الحكومة ورحت القطع الخاص وبعدين أنت مرحلة الصحافة يعني المحطات في حياتي نعم في هذا المجال كله والصور أنا أذكرك أنت أنا متابع لك في صحيفة قديما فكنت أشوف صور يعني أقول ما شاء الله يعني من وين حصلها يعني مصادر كلب أن أبو خالد أنك تبحث يعني على طول مثلا من فلان إلى فلان إلى أن تحصل على الصورة هذه والله أشوف بالبداية كانت موجودة عندنا نحن في بيتنا في آيلتنا نعم مجموعة من الصور وكنت أنا يعني استعملتها في في الصحافة أو في جريت الوطن لما كنت في جريت الوطن عندي عندي زاوية يومية اسمها صور من الماضي نعم صح فكنت أضع صورة وعلق عليها أكتب وضع كلمات قديمة ثلاث كلمات وماشي هالزاوية هذه والناس يشوفون الصور ويتصرون فيني ويبون لي الصور لما كنت في الوطن يبونها بالجريدة نعم وأنشر الصور هذه وأكتب أنه حق الأدبي طبعا صح أكتب أن الصورة هذه من أفلان أفلاني صح مثل هذا شيء جميل و كنا متابعين و كنت ذكرت الكلمات الكويتية و فعلا كل صورة كنت تتعلق بمثل أو بكلمات أرى حاليا بأن الكلمات الكويتية الأصيلة أندثرت نوعا ما مع الجو اللي نحن عايشين فيها الآن أي وايدة كلمات وايد اندثرت و وايد كلمات حتى إحنا نقولها ما نعرف معناتها و منين يا الكلمة هذه و أمثال مثلا ما نعرفها ف يعني طبعا أنا حاول قدر أمكان أني أطلع معاني الكلمات هذه و منين يا الكلمات كلمات مثلا الفارسية كلمات هندية كلمات تركية كلمات انجليزية هالأربع الجهات هذي هي اللي يتكوّن منها كلماتنا العامية اللي قاعدين نتداولها فوايد من الكلمات مثلا في تركيا أنا كنت في تركيا قبل شم يوم وايد كلمات يعني كنا نستعملها و انقرضت لقيتها في اللغة التركية مثل شنو كانت إذا تحضر الكلمة يعني مثلا خنقول الحين في أكو أشياء مثلا حين قاعدين نستعملها لما يروح الواحد المطعم مثلا يقول له والله أنا أبي شيش طاوق شيش طاوق صح الطاوق هذي منين يا كلمة ما طاوق لما شفتها باللغة التركية طاوق معناتها دجاجة و شيش طاوق يعني صيخ دجاج نعم فهذه كلمة من الأتراك نعم أو من اللغة التركية نعم في عندي كلمة بعد قديمة كنا نستعملها قبل يسمونها شيء يسمونه زري 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 يسمونه زري عتيج اللي هو ما الهدوم الشك ايه ما الشك وهذا هذا هم من اللغة التركية تركيا يسمونه الأصفر اللون الأصفر يسمونه زري 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 فنحن نأخذينها من طبعا نحن نأخذينها من العراق نعم لأننا احتكاغنا بالعراق وعلا والعراق نأخذينها من من الأتراك على أساس أنهم كانوا تحت الحكم الدولة العثمانية صح نحن بشوف ياك بعد صورة لمنطقة كيفان منطقة كيفان يعني تعتبر من المناطق القديمة فلها ذكريات وأكيد يعني الأصور القديمة كثرة إذا بتشوف هذه الصورة هذه الصورة في شارع اسكندرية نعم شارع اسكندرية وهذه مدلسة فهد العسكر وهذا يوم هذا اللي بصورها خاوي في عام 68 نعم دائما عندها كاميرا وطالع في يوم منطر من أيام 68 وصور الصورة الجميلة هذه وصارت غرقة اللي فيها السيارات ماشية بالماء يعني هذا من عمر يعني بالكويت عندنا المطر والغرقة طبعا 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 أكيد يعني لما يصير شيء الحديثا فلنقول يبقى هذا شيء جديد لا لا موجود نعم 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 كانت موجودة سنة الهدامة اللي كانت سنة الـ 54 الهدامة الهدامة الثالثة تعتبر هذه هذه الثالثة بعد نحن نعرف هدامة من نوع كانت الأولى قديمة في القرن الـ 19 الثانية سنة 1934 الثالثة سنة 1954 بينهم معلومة جميلة بينهم 20 سنة فهذه الثالثة اللي هي بالـ 54 هدمت بيوت وايد الطين وراحوا الكويتيين كلهم في مناطق الإيواء ومناطق الإيواء وين؟ المدارس حتى أنا أذكر لما كنت في مدلسة المثنة طالب في المدلسة المثنة ابتدائية فقعدنا في البيت أعطونا تقريباً إجازة يمكن أتذكر 20 أو 25 يوم عايد وليش؟ لأن صفوفنا فيهم عوائل كويتيين هدمت بيوتهم وحطوهم في المدرسة نعم ذكريات جميلة وإن شاء الله بعد الفاصل سنرجع مع أبو خالد فؤاد المقهوي خالكم معنا مستمرين معكم مع الباحثية التراث الكويتي الأستاذ فؤاد المقهوي أبو خالد تصور بكاميرا إلى الآن أو لا؟ لا والله الآن لا أصور كنت قبل أصور عندي كاميرا وكنت أصور فوتوغراف وصور سينمائي عندي بعد سينمائي سينمائي ممتاز آخر أول صورة فوتوغرافية صورتها كانت أي سنة؟ تقريبا يمكن بالتسعة وخمسين تقريبا تسعة وخمسين وعندك الصورة موجودة؟ موجودة 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 الصورة؟ موجودة الصورة كانت واحد من العائلة من الله نعم وكذل ذكرت لي خالق كنت مرتبط فيه جدا يعني في التصوير كان أهو يصور وعنده مكان يحمض فيه عنده المعدات وهذا كان يحمض يعني الصور ما عملتنا كلها صور عائلية نعم فتدري قبل قبل يعني ما يودونها صور للعائلة ما تطلع بره نعم صح فهو خالي هو اللي يحمض يحمض ويطلع صورنا نحن نحمض منهم نحن نحمض نحمض ومن صور صور نحن نعرض لك بعض الصور ونسولف عنها في مجالات متعددة ويبعض إن شاء الله والجميل أنت عندك كتاب إصدار حاطفي أغلب الصور الموجودة نعم هل أنت نقيت الصور لأسباب معينة وإلا كانت مجموعة عندك حبيت أنك تسوي مثلا مجلدات أو شيء شذيء لا أنا قسمتهم قسمتهم نعم قسمت أول شيء شيوخ وشخصيات وبعدين شباب ومدارس وطلبة وبعدين آخر شيء حطيت الإعلانات نعم فهذه المجموعة كلها حطيتها في كتاب سميتها صور من الماضي الجميل نعم فقط كتاب واحد لا عندي ثلاث كتب نعم ثلاث كتب طريقة سويتها كان هي مجلدات أو عملية ثلاث كتب كتاب أنا سويتها نعم المجهودي وكتاب ثاني يعني كتابين ثانيين سوهم لي المجلس الواطني نعم وصيرة ذاتية لك ما تريد تكتب شيء والله أنا الحين أبي أكتب نعم أبي أكتب عن يعني مسيرة الكويت حلو حطيتها من سنة تسعة واربعين نعم إلى سنة ثمانين ممتاز نعم هذه اللي يعني من سنة تسعة واربعين اخترتها لأنها يعني تاريخ ميلادي تسعة واربعين إلى ثمانين الله يطيك طلس العمر أبي أخيك أبي أخيك نحن نرى معك بعض الصور لشخصيات نعم فكلمنا عنها عن الشخصية عن المناسبة نفسها هذه الصورة هذه الشيخ عبدالله السالم الصباح في عام تسعة وخمسين لما تم تنشين الباخرة كاظمة لأول باخرة كويتية توصل لكويت في ميناء الحمدي نعم طلع طبعا الشيخ عبدالله السالم وليوراء الشيخ في الصورة السابقة نعم الصورة السابقة وهذه الصورة هذه الصورة الشيخ جابر الأحمد لما كان وزير المالية نعم نازل رايح الوزارة نعم فنازل من السيارة ومعاه عبدالله بودي ماشاء الله وهذه بعد الصورة هذه الصورة الشيخ عبد الله الجابر الصباح في تنوية شويخ في إحدى المناسبات ويمة على اليمين نشوف عبد عزيز حسين اللي هو كان مدير المعارف يسمونه مدير معارف قبل ويمة إبراهيم الفليج أحد الطلبة اللي كان يدرسون في تنوية شويخ واللي وراء هذين أغلبهم المدرسين وأكثر شيء وقته كان المدرسين كان فقط من مصر ولا كان في سوريا وكان فلسطين وكان لا أول دفعة من المدرسين وصلوا لكويت كان من فلسطين أول دفعة سنة 36 بعدين طبعا وراهم بعدهم ست سنوات تقريبا أو سبع سنوات اللي في سنة 43 وصلت البعثة المصرية اللي يعني أول بعثة مصرية توصل من المدرسين سنة 43 نعم وبعدهم بعد ما نشوف الصورة هذه هذه الصورة الشيخ الصباح السالم نعم اللي هو طبعا كان حاكم الكويت في ذاك الوقت مستقبل الرئيس أنور السادات بشهر وهذه كانت في السبعينات ربما تكون ستة وسبعين واذا اللي يحضرك اللي اللي بالخلف الحقيقة الصورة بعيدة عندي شوية ما ركز يعني ما أشوف لا لا ما هناك مشكلة نشوف الصورة اللي بعدها أيضا نفس الشيء هذه صورة الشيخ عبدالله السالم الصباح نعم مع الرئيس جمال عبد الناصر نعم لما راح الشيخ عبدالله السالم لحضور المؤتمر القمة الثاني في القاهرة سنة الأربعة وستين إن شاء الله يلا يعطيك الصح والعافية والذاكرة القوية ما شاء الله الله يسلمك واللي بعده موت هذه الصورة الحقيقة صورة جميلة جدا هذه فيها الشيخ جابر عبدالله الجابر الصباح لمزار مدينة بومبي في عام 1955 ركبوه في السيارة هذه الجميلة السيارة الكشف وطالعين في جولة مع عيسى اليوسف العيسى اللي هو كان عايش في الهند وهو عبارة يعني سفير للكويت هناك طبعا قبل السفارة لكن كان مثل السفير كان يستقبل دايما الشيخ عبدالله السالم ويستقبل الشخصيات اللي يزورون بومبي نعم هذه كلها طبعا تعتبر تاريخ بالنسبة لنا يعني أنا ممكن أذكر وقت يوم كنا ندرس مثلا بالتوسط بالثنوي مواد الاجتماعيات للأسف ما كان يحطوا لنا الصور اللي قاعد نشوفها يعني ما كان يحطوا لنا صور تعبيرية وتاريخية أنا أشوف في تقصير شوية من ناحية هذه الصورة إذا ما تكون يعني لما تحط الصورة إذا ما يكون فيها شرح في المناسبة وفي الأسماء وفي التاريخ تكون الصورة ميتة مثل وايد صور يحطونها صور قديمة يعرضونها على الناس بس ما يقولون شنو هذا الصورة حط لنا قولنا هذه الصورة في المكان الفلاني والشخصية اللي موجودة في الصورة فلان والتاريخ ولا الصورة تعتبر ميتة يعني ما منها فايدة نعم لأنه تقعد شوف بأن المناهج إذا ندخل على المناهج مثلا مادة الاجتماعيات أو مادة التربية الوطنية للأسف يعني كرر لك بينها يتفتغل لهذه الصور فهل مثلا تم الاتصال فيك تواصل معك بأنه ممكن تزودهم مجموعة من الصور وكل الصور قاعد تذكر تاريخ تذكر قصة حدثت قديما في الكويت لا والله مع الأسف ما في أحد تصار فيني لكن أنا أقول أنهم قصرين شوية المفروض أنت أنت يعني تبي تعرض التاريخ لازم التاريخ ما تخليه جاف صح أكاديمي لا خليه قصص وخليه معلومات عشان تدخل بمخ الطالب أمان أشياء يعني جافة وأشياء جامدة وأكاديمية ما يتعلم أنا وياك في هذا الموضوع نتمنى إن شاء الله يا ربي أن يعني دائما هناك حديث عن المناهج فأيضا نضيف إلى المناهج الصور لاتكلم عن تاريخ الكويت وكلا أكيد طبعا تعبر عن شيء ما ما شفنا ما عشنا ففرصة بأن يعني يمكن يسمعنا المسؤولين نشوف بعد وياك صورة نحن ودنا يعني نستغلك أكثر بخالد إن شاء الله نشوف بعد الصورة وتعليقك إن شاء الله هذه الصورة هذه الصورة الشيخ عبد الله الجابر الصباح في أحد المعارض اللي يعني تسويها المدارس القديمة نعم وهذه مدسة القبلية فيها المدرسة يعني أحدم مدرسات قاعدة تشرح لشيخ عبد الله الجابر الصباح المعرض المكونات المعرض نعم نشوف اللي بعدها هذا حضور كبير حتى إي حضور كبير ما شاء الله هذه من تشوف منهم ما ركز هي شوي بعيدة نوان ما نعم طلبة الأزهر ممكن يكونون مشايخ لا هذه أعتقد أنها لا لا هذه كانت في المدلسة المباركية نعم في المدلسة المباركية حاضرين الاحتفال بالمولد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه موجودة الصورة أخذت في في عام 1950 ما شاء الله ودائما المباركية كانت يعني تحتفل بالمولد النبوي نعم واللي بعدها حتى كلها بيض ببيض هل حتى هذه يعني أحد المناسبات فيها العديد من الشخصيات الكويتية اللي يعني موجودة وهذه أعتقد أنها كانت بأواءل الستينات هذه كانت احتفالية يمكن في لحمدي لمسا وهذه هذه فيها الرأي الأول من الضباط الكبار اللي هم عبدالطيف ثويني والبحر نعم وخليل الشحيبر هذول كانوا الرأي الأول من الضباط اللي كانوا في وزارة الداخلية أو كانت كانوا يسمونها الأمن العام قبل الشرطة والأمن العام وهذه المناسبة مناسبة وصول زيارة الملك السعود للكويت في عام 1961 لا ما شاء الله تاريخ تاريخ هذه الصورة خالد الجسار مع محمد الفهد هذه الصورة التقطت في الأربعينات في القاهرة لما كانوا يدسون في القاهرة وطبعا خالد الجسار وهو بعدين صار وزير الأوقار وهو خريج خريج أول خمسينات من الأزهر الشريف في القاهرة نعم ما شاء الله وبعد هذه الصورة للشيخ سالم صباح السالم مع أحد العاملين في القصر نعم وهذه يعني الصورة أخذت في أوائل الخمسينات وهذه قاعدين بر وهذه صورة في لبنان في لبنان في أحد المقاهيم وهذه بعد شنة قاعدين مطعم وهذه أيضا قاعدين في مطعم شباب قاعدين في المطعم من الصور من الصور الستينات هذه الصورة هذه الصورة أنا أخذت يعني أخذتها من مجلة 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 المصور المصرية اللي مسوية التغطية أو تحقيق نعم عن الكويت في عام 1955 وصورة هذه لأحد باعت اليراد مسع يراد أي يراد ويراد ماسك الخيشة وطالع يراد من الخيشة ويمشي على صدر الريال هذا اللي شايل اليراد فكانوا يبيعون في ذيتش الأيام كانوا يبيعون اليراد في ساحة الصفات طبعا في موسم اليراد اللي هو في يعني بالربيع يكثر اليراد فيسيدونا ويحطونا بخياش ويبيعونا ونحن نأخذها نحطها بالجدر ونطبخها مع الملح ونأكلها وفي بعد في ناس يسوونا مثل حلو يعني يعني مو مع الملح وحطونا مع شكر وصورة لا لا هو دائما مع الملح يعني يحطون الجدر ويحطون الماي وكتون شوية ملح ويقطون ويأكلونا مع شنو مع عائش لا لا عاري يأكلونا شنو بس هو في في أكو وسمونا مكنة وسمونا وعصفور العصفور وهو الذكر المكنة هي الأنفة النثية تمام ونثية هي بطنها روعة مثل البيض صورة كبيرة لذيذ يعني نعم والحين منقطع يعني أنا خبر ورد تكلمون أنا صغير يقولون يراد يراد يبنى يراد يراد بس خفّوا الناس عنا من زمان لأن مرت سنة من السنوات وايد من الكويتيين تسمو لأن قاموا يأكلون الزرع الزرع هذا فيه مبيدات حشرية نعم فلما كلوا اليراد هذا بعضهم تسممه واللي رجع واللي يعني حرارة وكذا فخفّوا خفّوا الأكل عدو اليوم النائبة الفاضلة صفحة الهاش امتكلمت عن الموضوع هذا بأن كثير من المزروعات للأسف قاعد ترش بمواد كيماوية وهذا طبعا يضرنا إذا ضر اليراد عكيد يضرنا دايريكت الله كافي نشر إن شاء الله يا رب إن شاء الله كل المجموعة ما شاء الله هذه اللي ذكرتهم عندك من صور و أيضا عندك ثلاث كتب و برنامج تلفزيوني يومي على تلفزيون الكويت تعرض في هذه الصور أيا الشيدي بو خالد معنات أنت كثير السفر بأنك تبحث عن الصورة والله يشوف أنا بحث في القاهرة و في لندن و في تركيا و في في البحرين و في قطر دائما من أروح مكان دائما أروح المكتبات وأدور صور وأبحث عنها وأبحث عن المعلومات وأبحث عن الكلمات و يعني مجهول شخصي الحمد لله وهل سهل التعامل معهم شفت صورة معينة فشلون تقدر تأخذها تصورها تطلبها منهم والله يعني أغلبهم سهل التعامل معهم لأن الصور هذه لأن الصور تهمنا إحنا أكثر من ما تهمهم فسهل و هي التعامل معهم نعم و طبعا شي جدا جميل بأن الصورة هذه تعبر عن تاريخ تاريخ الكل يعني يمكن الآن الشباب تشوف الموجة عند الحين برامج في وسائل التواصل الاجتماعي لإستقرام والتويتر والأمور هذه توثق حياتنا الحالية فهل أنت داش في هذا المجال إستقرام ولا بعيد عنه لا والله مو داش لأن ما عندي وقت صراحة وعند تخص الصور أبو خالد ما عندي وقت لكن أنا قاعد أسوي شغلات أنا قاعد أشوفها يعني ما شي على أول أنا يمكن شوية يعني ما 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 دخلت يعني عندي التكنولوجيا واي وما شي على قبل لكن مثل ما قلت لك ما ما في وقت أني أتابع إنستقرام وغير وغير بس والله أبو خالد يعني هي مهمة لأن الآن الجيل الحالي كله قاعد يعتمد على الموبايل وعتمد خصوص على برامج بثال إنستقرام والصور هذه ففرصة بأن الجيل الصغير بأن يشوف الصورة وانت حضرتك تحط معلومات فأنا نصحك أنك هذا المجال عشان نستفيد أكثر وعيالنا يستفيد أكثر والله إن شاء الله أنا أود يستفيدون الشعب الكويتي كله يستفيد لكن أنا أشوف من خلال البرنامج اليومي هذا الحمد لله الصورة وشرح ونتكلم عنها فأعتقد أنها نوعا ما كافية شوية الله يسأل بك ونحن نتشرف فيك جدا ويانا الأستاذ فاد المقاهو إذا عندك كلمة خيرة والله يعني أقول نبي اهتمام أكثر بالتراث واهتمام أكثر بالناحية الأرشيفية يعني على مستوى الدولة أنا أتكلم على مستوى الدولة ذكرت المناهج على مستوى الدولة فإن شاء الله وأتمنى أن يكون في اهتمام بالتراث أكثر من شدي ونشوف شيء موثق وشيء يعني نوصل لمستوى بريطانيا لمستوى بريطانيا في التوثيق آمين يا رب وشكري لك وجودك معنا أبو خالد أستاذ فؤاد المقهوي وردي لكم بعد الفاصل مع ضيف جديد